وكالة أمن الحدود الأوروبية فرونتكس ضالعة في عمليات صد غير قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم بحر إيجي من تركيا إلى اليونان، وفق تحقيق شاركت فيه وسائل أعلام أوروبية ويابانية. صحيفة ديرشبيغل الألمانية قالت أن التحقيق يظهر للمرة الأولى أن مسؤولين كبارة في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه، التي تعرف أيضاً بالإعادة القصرية، وهي تحدث عندما يتم إجبار المهاجرين عند الحدود على العودة إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للخطر. الحكومة اليونانية تنفي هذه المزاعم، لكن الصحفيين يقولون أنهم كشفوا ستة حالات منذ أبريل، لم تقم فيها وحدات فرونتكس بأي شيء لوقف إعادة القوارب من المياه اليونانية إلى تركيا. الصحفيون قالوا أنهم قارنوا العشرات من مقاطع الفيديو وتحققوا من صور عبر الأقمار الصناعية، إضافة لروايات شهود عيان من اللاجئين وعناصر فرونتكس. فرونتكس تنشر في اليونان نحو ستمائة عنصر مجهزين بالقوارب والطائرات، وذلك لمراقبة الحدود والمساعدة في تسجيل المهاجرين القادمين والتدقيق في بياناتهم وإجراء الفحوص اللازمة. الوكالة الأوروبية لم تعلق على الحالات الفردية التي وردت في التحقيق، اكتفت بالتوضيح أن مساعدتها لليونان تأتي في إطار احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مضيفة أنها على اتصال بالسلطات اليونانية بشأن بعض الحوادث في البحر في الأشهر الأخيرة، وأن أثينا فتحت تحقيقا داخليا.